اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسز تعلمنا نبذة اساسية عن البرنامج وما هي المهام الاساسية لهذا البرنامج وفي هذه المحاضرة رح نبدأ اولى المهام الفعلية على برنامج اكسز وحتى نبدأ العمل على برنامج اكسز لابد ننشأ قاعدة بيانات جديدة حتى ننشأ قاعدة لازم نفتح برنامج اكسز طبعا حتى نفتح برنامج اكسزي اما نكتب هنا بالبحث اكسز رح تظهر ان هذه الايكونة او طبعا ندور على البرنامج بقائمة ستارت رح افتح برنامج اكسز بالمناسبة البرنامج الاكسز اللي اعمل عليه هو نسخة 2016 طبعا ضمن سلسلة اوفيس 2016 بالامكان العمل على اوفيس 2010 او 2013 ولا بأس 2019 او نسخة احدث جيد طبعا في البداية بعد فتح برنامج اكسز رح تظهر عندنا هذه النافذة هنانا على اليمين هذه اخر مشاريع اللي فتحناها بالبرنامج وهنانا عدنا بالاسفل فتح ملفات اخرى اذا عدنا مشروع ردم فتحه بالبرنامج وهنانا طبعا عدنا مشاريع جاهزة برامج جاهزة مضمنة بالبرنامج من خبل مايكروسوفت طبعا برنامج ادارة المهام برنامج ادارة المشكلات وهكذا مجموعة من البرامج وعندنا هنا في هذه المكان انشاء قاعدة جديدة رح ننشأ قاعدة جديدة طبعا رح يطلب من عندي البرنامج انه اسمي هذه القاعدة رح اسميها مثلا المشروع القاعدة الاولى مثلا ورح اضغط على هذا الخيار او هذه الايكونة واختار مكان لهذه القاعدة طبعا اختار المكان المناسب انا مثلا رح اختار على سطح المكتب ويفضل ننشأ فولدر مثلا رح اسميها القاعدة الاولى وافتح هذه القاعدة وطبعا اضغط على موافق ليش انشأ فولدر لين محتمل بالايام القادمة رح نضيف صور ومرفقات اخرى ايكونات مقاطع صوت فيديو ممكن ملفات اكسل قواعد اخرى اضافية فضرور ان تكون كلها مجمعة بنفس الفولدر حتى ليصير عندنا عملية فقدان للملفات وبالتالي تتلف القاعدة فاجي على موافق ومن ثم انشاء اذا اجي اخفي البرنامج رح اجي هنا انا هذا الفولدر اللي انشأته وطبعا به هذه هي القاعدة طبعا اول ما افتح القاعدة رح بشكل اولي رح ينفتح لي بها جدول بهذا الشكل طبعا البرنامج يتكون من اربعة محابر المحور الاول اللي هو التبويبات او القوائم والمحور الثاني اللي هو الجزء اليمين طبعا ذا كان عربي واذا انجليزي على اليسار اللي هو الحاضن لمكونات البرنامج اللي هن المكونات الاربع اللي قلناهن اللي هن الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير والجزء الثالث اللي هو تفاصيل هذه المكونات يعني اذا انشأت جدول تفاصيل هذا الجدول انشأت استعلام تفاصيل الاستعلام وهكذا والجزء الاخير اللي هو الجزء الخاص بادارة السجلات records يعني اقدر من خلال هذه الايكونة انتقل الى السجل الاول وطبعا هذه الايكونة انتقل الى السجل الاخير ايضا السجل التالي وسجل السابق واقدر ابحث عن سجل او ابحث عن ناس معين من خلال هذا الشريط طيب نجي الى القوائم بالاعلى عندنا قائمة ملف اللي من خلاله نقدر نفتح عمل جديد ونحفظ ونحفظ باسم وطباعة وهكذا مشابهة تماما لقائمة ملف البقية برامج office الصفحة الرئيسية بها الاوامر الرئيسية للتعديلات الخاصة المجمعة بكل مكونات برنامج اكسز الاربعة طبعا طريقة تغيير العرض من ورقة البيانات الى عرض التصميم رح نتعلمها ان شاء الله بالمحاورات القادمة كذلك عدنا هنا الحافظة لنا سخلصق فرز وتصفية واوامر السجلات اللي هنا قلنا السجلات رح ايضا هنا عدنا مختصرات اخرى وعدنا طبعا بحث وتنسيق النصوص من تغيير اللون والحجم وهكذا عدنا هنا قائمة انشاء طبعا من اهم القوائم اللي من خلاله نقدر ننشئ المكونات الاربعة اللي تكلمنا عليهم بالمحاضرات السابقة طبعا عدنا هنا هذا الجزء الاول اللي هو جداول نقدر ننشئ جدول طبعا هنا هذا عد جدول واقدر انشئ جدول اخر اذا لاحظ صار عدي جدولين والجدولين نفتحن معا طبعا اقدر احذف هذا الجدول واقدر اخليهن سوي اثنين اقدر افتحن منه بشكل مباشر اقدر انتقل للجدول واحد واقدر انتقل للجدول الثنين وهكذا أيضاً عدي هنا من قائمة إنشاء عدي استعلامات أقدر أن تنشئ استعلامات هل تريد حفظ هذا الكائن؟ نعم راح أحفظ هذا الجدول لأن ما أقدر أنشئ استعلام إذا ما أحفظ طبعاً هذا بس مجرد إطلاع بشكل أولي جداً عن مكونات البرنامج إحنا راح ناخذ الاستعلامات بشكل مفصل ورح ندرسهن بكذا محاضرة إن شاء الله طبعاً بشكل أولي راح أنشئ استعلام بسيط وهذا عدي صار استعلام إحنا نعدي جداول هنا نعدي استعلامات أيضاً عدي نماذج أقدر أنشئ نموذج مثل ما نلاحظ نقدر أنشئ نموذج وأقدر طبعاً أحفظ هذا النموذج ورح يصير عدي نماذج أيضاً من إنشاء أقدر أصنع التقارير مثل ما تلاحظون هنا نه brains تقرير وأقدر أحفظ هذا التقرير وطبعاً راح يصير عدي تقارير في هذه المنطقة مثل ما اللاحظ هنا مكونات البرنامج وهنا تفاصيل يعني اريد افتح الجدول او الاستعلام راح يظهر لي بهذا الشكل ايضا عندنا قائمة بيانات خارجية اقدر استورد بيانات خارجية من اكسز او اكسل او استورد البيانات من قاعدة بيانات اخرى مثل داتابيس و اسي كيوال وهكذا وايضا اقدر اصدر يعني اقدر استورد البيانات واقدر اصدرهم من برنامج اكسز عندنا هنا ادوات القاعدة طبعا هذه خاصة بقواعد البيانات اقدر انشئ العلاقات relationship اللي راح يتم التسليط عليها بمحاضرات عديدة ان شاء الله وراح نتعرف عليها بالتفصيل الممل ايضا عندنا هنا visual basic او micro نقدر ننشئ علاقات ايضا وعدنا هنا قواعد بيانات نقدر ننقل البيانات الى قواعد اخرى من خلال هذا الامر طبعا عندنا هنا التصميم نقدر نضيف بعض الامور طبعا تصميم عند ما يكون عدي فورم يعني اذا انا عند جدول ماكو عدي تصميم جيد نقدر نصمم الاستمارات وان شاء الله راح نتعلم هذا شيء بالتفصيل الممل من خلال المحاضرات القادمة ايضا عندنا حقول يعني هذا الحقل خاص هذه القائمة خاصة بالحقول مثلا اضافة العملة للرقم تغيير الرقم من الرقم الى ناس وهكذا اضافة الماسك ايضا عندنا هنا جداول هذا القائمة خاصة بالجداول طبعا هذه نبذة اساسية عن واجهة البرنامج واجب هذه المحاضرة هو انشاء قاعدة جديدة وطبعا التقاط صورة للقاعدة من الخارج وصورة سكرين للداخل وطبعا راح يتم تجميع الواجبات للمتدربين بالنهاية ورح يتم تقييم المتدربين وعلى اساس هذا التقييم راح يتم منح الشهادة ان شاء الله تعرفنا على الواجهة الاساسية لبرنامج اكسز راح نتعمق ان شاء الله في المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى